العودة بعد الحرب وثائقي بتقنية الواقع الافتراضي يسلط الضوء على معاناة سكان الفلوجة في العراق العائدين إلى منازلهم بعد طرد داعش ومأساة زراعة الألغام والمتفجرات في كل مكان الفيلم يتناول حكاية عائلة أحمد حمد الذي كان يعمل حارسا بإحدى المدارس ورحل عن الفلوجة بعد دخول داعش في 2014 وعاد إلى مدينته بعد طرد التنظيم لكن تفخيخ المنزل بالمتفجرات وفي أماكن غير متوقعة مثل الجدران أو ربط المتفجرات بالشبكة الكهربائية أو ذا بحياة ابني أحمد أثناء مشاهدة الفيلم سيجد المشاهد نفسه وجها لوجه مع أحمد الذي يتنقل داخل غرف وطوابق المنزل كأنه يصحب زائره في جولة يسرد خلالها حكاية العائلة منذ البداية وحتى وقوع الحادث وهو ما سعت إليه مخرجة الفيلم الهندية غايثري بارمشفيران عندما اختارت هذه التقنية إيمانا منها بأنها ستساعد المشاهدة للتنقل بكافة حواسه بين الأحداث كما لو كان جزءا من القصة الفيلم يعرض حاليا ضمن برنامج السينما الواقع الافتراضي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هنا فواز العربية